وخليني يبتدي مع حضراتكم ونسمع كده رأي مستر موسيماني في المواجهة المرتقبة المواجهة المنتظرة الجمهير النادي الاهلي مباراة العودة عمام سانداونز مستر بيتسو موسيماني هيقول ايه ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة كل التحقيق طبعا لكل مشاهدين وامتابعي قناة الالي في كل مكان اكيد بتاكيد بتتمنى كل التوفير لنادي الالي في هذه المباراة مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة لكن بالجدية والحماس ان شاء الله نقدر نحسن هذه المباراة أنا معي تماما مستر بيتسو موسيماني المدير الفني ودكتور ايضا كمان عمر وحب المترجم الخاص بنادي الالي استعدادات اكيد على قادم النصاق بالنسبة لهذه المباراة يارب يكون التوفيق معنا ان شاء الله لكن عايز اتكلم بشكل عام طب مننا على حالة اللعيبة الرحلة الأمور الأجواء حتنا في الأجواء بمستر بيتسو موسيماني هذين كان لنا في المباراة الموجودين؟ لا جميعا اكتبم جدا في الع morni نحن نسو مزمس نحن مزوم نحصل على نتراجع ونراجع لنا لا تريده فقط نحن نحن نزل من نبارا ونهار مدرآ لكننا نفلق جيدا شوكا ومستعدنا جيدا شوكا ونزلط الجدان لذا اكتبت شخص مغلق جيم كامين. بلحياتك احنا جاء النهاردة الصبح مرهقين طبعا فنهاردة مش تمرين فعلا أنه النهاردة كان زي استشفى أكتر وعشان نبتا يخش في الأجواء. بس بيقول بجي عام التاميتم حيبدأ بكرة وبقول بجي عام الحالة كويسة الفندوق كويسة اللقامة كويسة الملعب كويس ومستعدون التسعين ديال الأولى بكون أسهل من التسعين ديال تانية. التسعين ديال تانية بيكون أصعب. نعارفين إن ربنا وفعنا في المباراة uer الأولى. لكن جهازيه, كيف مستر بيتسوٹ فكر ، كيف يوزع الج soldiers بشكل عام فيها الأ Georgetown'd ئة في یك socialismاتين فيج التسعين ديال القادمة مع ماليدية التسندونت؟ لا نجحق من نجاح لد MANOد جتنا نجحن مج Dudeộc نجول التسعين على الأدثال نجحن هكذا التف suppose نحن نستطيع لا نسقل نجح المفت الأقل لكن نجحن Union ن Chronicle نحن سنيتم للت piel ذلك وذلك في الوصف التالي لقد نرى مجال في كل محاولة وفي آخر محاولة لم نصل على محاولة وفي نحن نحن نقلت أيضاً لذلك نحن نظر نقل على هذا محاولة حياتك يجب أن نقوم بجداد المحاولة وأن نستطيع المساولة لأننا لم يدخل نهلاً لدينا مهداف لقد يدخل نهلاً لدينا مهداف ولكننا نجح أن نفهم لنا نظيفة فطبعا أفضل سيناريو إنك تسجل جون وما يدخلش فيك لكن بس على الأقل إن شاء الله نحاول القدر كان نحاق اللي إحنا عمينه عشرة أهل اللي إحنا حضرناها عشرة أهل إن إحنا نحافظ على الشباكة نظيفة وما يدخلش فينا ونسجل هدف نسجل هنا هدف ونسجل هنا في بريتوري أخيرا يمكن الشيء اللي بيسعد مستر بيتسو المسيماني وهو عودت عدد كبير من اللاعبين من اللي كانوا مصابين على رسوم علي معلول حمدي فتحي سعد سامير أكرم توفيق مع التوليفة المميزة جدا اللي بيدرها مستر بيتسو المسيماني بيشوف الأمر ده إزاي عارفين أنه ممكن بعض اللاعبة ما تشاركش في مبارات قادمة لكن عندنا السوبر الأفريقي لكن إحنا بناخد خطوة خطوة في كل البطولات نعم نحن 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 نخيا بخطوة حمدي ح怖ها ولكنه نحن 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 احن معأ through his hand ماتوالي جيدات ج girl تتجاه عن tho لذلك سوف نحصل على بعض الناس لكننا لا نعلم عندما سوف نحصل على الناس لذلك اليوم نحصل على الناس نحصل على الناس شكرا لك شكرا لك افوان افوان بنشكر اكيد مستر بيتسو مسماني المدير الفاني فريق النادي الالي وايضا كمان الدكتور عمر محبي ممكن التدريب لست خلصان من 3 دقائية بالزبط عقول مستر بيتسو مسماني من حقيقة طبعا هو كان متواجد معنا يكون متواجد معنا ننقل الصورة ننقل حالة اللعيبة من خلاله ومن خلال ايضا كمان شاشة القناة النادي الالي الاجواء مميزة جدا تركيز كبير جدا لكن زي ما ممكن المدير الفاني البيتسو مسماني نهاردة تدريب خفيف بكرا ان شاء الله يبدأ التدريب الرئيسي لفريق النادي الالي بريتوريا وكل تفاصيل خاصة باستعدادات وتحضيرات النادي الاهلي لمواجهة سانداونز في مباراة العودة خلينا نروح لفاصل ونرجع بعده نبدأ حلقتنا ونفتح كل ملفاتنا